لكل عشاء كرة القدم واجهة جديدة للأهلي قدام نادي برازيلي في بطولة كاس العالم للأندية المرة دي هتكون قدام نادي فلامينان زي بطل أمريكا الجنوبية المباراة هيتبحى الجماهير المصرية بشغف كبير على أمل تحقيق إنجاز كروي جديد للنادي الأهلي بالتأهل لنهائي كاس العالم للأندية للمرة الأولى إزاي نبني على الانتصار اللي حقول نادي الأهلي أمام فريق اتحاد جدة السعودي إيه العقبات اللي ممكن يقابلها النادي أمام فريق بحجم فلومننزي كرة القدم اللاتينية مختلفة إزاي عن كرة القدم العربية تفاصيل كتير جداً حنسألها للناقد الرياضي لأستاذ محمد مهدي اللي بنوره النهاردة في استوديو صباح الخري مصر أهلا بك اسباح أهلا بحضرك وصباح الخري على حضرك وعلى كل مشاهدين نقدر نقول في البداية ما هي أهم الفوارق ما بين كرة القدم اللاتينية أو بين نقاط القوة عند فريق فلومننزي وكرة القدم العربية بشكل عامل طبعاً فرق شاسر يعني فرق كبير جداً وهي مدارس بس ميزة كرة العامل الأندية أنه كنت بتلعب مدارس مختلفة مدارس لاتينية مدارس أوروبية مدارس أسيوية فبالتالي أنه الناد الأهلي عنده الخبرات الكافية أنه يقدر يتعامل مع أكتر من مدرسة مختلفة يعني مشاركات تعديدة متواصلة فبالتالي يتعامل كتير جداً لعب مع فرق برازلية لعب مع لاتين لعب مع فرق أوروبية فرق أسواف فبالتالي عنده كم من الخبرات أنه يساعده أنه يقدر يعدل المرحلة اللي هو فيها أو يقدر يطور من نفسه يوصل أنه جمهور الأهلي قبل البطولة كان متخوف من مواجهة اتحاد جد السعودي ولكن الناد الأهلي قدر بسهولة جداً يتخطى اتحاد جد السعودي بنتيجة كبيرة جداً حتى الإعلام الرياضي السعودي كله مش مصدق اللي حصل من الناد الأهلي لأنه واضح أنه كان الإعلام السعودي بيشتغل على النطفرة اللي حصلت في دوره روشل واستخدام النجوم وتتكلم عن بنزيمة وكانتي وفابينيو وفريق مدجج بالنجوم أنه يجي يعني يخسر من الناد الأهلي على ملعبه الجوار المشعب بالنتيجة دي بسطوب فرض اللعب حتى أنه الناد الأهلي متسايد الجيم بشكل كبير جداً فحتى الآن أنه يعني اتهمات كتيرة جداً لأنه يعني تدهور مستوى دوره روشل لأنه ما كانش ده المستوى المنتظر من اتحاد جد وبدأت حتى الناس سعبوا المقرر بين الناد الأهلي طب لا لو الهلال السعودي اللي قبل الناد الأهلي مش اتحاد جد كان هيقدر أنه يجاري الناد الأهلي ولا لا فبالتالي الناد الأهلي عدى المرحلة الأولى دخل على المرحلة الثانية في المنزل البرازيلي مرحلة جديدة لأنه الناد الأهلي عنده فرصة حالياً أنه يوصل لنهاء البطولة لم يصل إلى النهاء يعني من قبل فبالتالي أنه فرصة كويسة جداً كانت القرعة قبل كده بتجيب الناد الأهلي في مواجهة بطل أوروبا فبالتالي كان بيبقى فيه صعوبات في الوصول للمباراة النهائية عندك الفرصة سانية حال أنه كاس العالم القادم بتتكلم في 25 فريق فبالتالي 25 بتكلم 32 فريق من الصعوبة أنك أنت توصل للمراحل النهائية يعني فبالتالي الناد الأهلي بتعنده فرصة مناسبة وقوية وأمام فريق ما عندهش خبرات في كاس العالم اللي عنده أول مرة يشارك عنده مشاكل بشكل كبير جداً فنياً أنه مستوى أعمار اللاعبين يتخطى 35 سنة خصوصاً الخط الخلف يعني المدافعين والظهر الأيمن والظهر الأيصر وحارس المرمى فبالتالي أنك أنت عندك السرعات وعندك القدرات وعندك الخبرات أنك تقدر تجاري فريق فلومنز البرازيلي ولكن في نفس الوقت لازم تخلي بالك لأنه الفريق البرازيلي يعني عنده نقاط قوة بشكل كبير جداً يعني الدفاع وحارس المرمى زي بيقوله وحمادة لكن خط النص والهجوم لا يعني حاجة تانية خالص بتكلم في اتنين في نص الملعب أندريا ومارتاليلي يعني أستوات زي ما بيقوله في حص الملعب بيتحكموا في الكرة بشكل كبير جداً والاثنين يعني سنهم صغير جداً 21 سنة فكرة أننا نتحرك في 22 سنة و23 سنة أعتقد أن ده حيديهم مساحة بس إحنا برضو بنتكلم أن متوسط الأعمار الكبير برغم أنها فرقة منظمة فرقة هي عارفة بتعمل كويس إيه مش مركزة قوي في الدوري المحلي عندهم لكن مثلاً حصل على بطولة في كاس البرتادارس عارفين يعملوا إيه؟ يعني أعتقد أنه ممكن ما يلعبوش على الجاري الكتير لكن حيبقى اللعب كله في الـ 6 يارز مثلاً لا هو بس يعني الطريقة اللعب في المنزل البرازيلي أنه بيلعب بشكل مختلف شوية أنه في ناس بتقارنوا بأسلوب جوارديولة في اللعب ولكن هو لا خارس ما يعني مشكلة الفريق ده الوحيدة أنك أنت متقدرش تحكم عليه هو ضعيف ولا قوي لأنه عنده أسلوب لعب عشوائي في أرضية الملعب بيحيارك أنت كمدرب ويحيارك كلعبة لك أنت تخيل أن الفريق بيتكتل بالسبع لعبين أو الثامن لعبين في حتة صغيرة بيقدر عندهم مهارات عندهم الباس كتير جداً ما ده يفتح لك مسافة بقى يعني من أول وسط الملعب يبقى بتاعنا يعني إحنا كده يبقى عندنا بقى على بيرسيتاو وعلى يعني دي جوز أنت لازم تستخدميه ولكن أنه الفرع عندها أنه الميزة بتاعدها أنها بتتكتل بتلعب الباسك كتير جداً مهاريين بشكل كبير ففي أي ثانية بيوصلوا لحارس المرمى فبالتالي أنه بيهددوا مرمى المنافس بشكل كبير جداً بيعملوا ضغط على نص الملعب وعلى دفاع المنافس وعلى حارس المرمى بيهددوا بشكل كبير جداً يقدروا في أي وقت يسجلوا أهداف اللقطة اللي عندك أنت ممكن تستخدم ده أنك كرة بتتغطي على نص الملعب بتتغطي على القصة دي وتستغل البطء الدفاع أنك أنت عندك يعني سرعات بيرسيتاو كهربا حسين الشحات تقدر تستغل ده وتهددي مرمى فرومونز البرازيل ولكن بشكل عام هو فريق يعني ما يخوفش النادي الأهلي ولكن هو عايز يتعامل معاه بزكاء تكتيكل أنه عندهم مدرب كبير جداً يعني نيز ده مدرب مؤقت منتخب البرازيل والكل يعني يعد هذا المدرب أنه مدرب البرازيل القادم أنه حتى طريقة اللعب بتاعته والخطط بتاعته بدأت يعني تدرس كمان في أوروبا أنه حتى راجل صارم جداً بيقوله أنه الكرة لا مش في أوروبا بيقوله أنه أمريكا الجانبية هي يعني أساس الكرة وهي أساس خطط اللعب فبالتالي أنه عايز أوروبا كمان تتعلم منه طرق اللعب بتاعته فبالتالي أنه العشوائية اللي بيلعب بها الفريق البرازيلي عشوائية منظمة جداً في أي وقت انت ممكن تلاقي يعني الظهري الأيمن هتلاقيه في الناحية الشمال بيلعب بيلعب معهم في الحتة اللي في الشمال في ثانية بتلاقي اللي في الشمال كلهم موجودين بيلعبوا 5-6 مرسوسين في الناحية اللي من بيوزعوا كورو يعني الحال الخطة مش محكومة قدام كولر مش محكومة هو المحكومة عند الفريق نفسه هو حتى أنه المدرب بتاعهم في كل يعني أحاديثه أنه مش بيخال اللعبة ملتزمة بأماكنها هو عايز اللعب بيلعب كل ما هو يعني يعني فكر في الملعب واختار المكان اللي انت عايز تلعب فيه وورين الإبداع بتاعك لكن حتة أنه منظمين وأنه المساك في مكانه لأ يعني طول الوقت اللي اتنين مساكين بتاعهم في لبي ميلو ونينز موجودين في نص الملعب يعني هتلاقي مساحات كبيرة جدا في خط الدفاع مرسله كلنا عارفينه أنه بيتقدم بشكل كبير جدا الباكي مين اكسافير برضو نفس القصة موجود بشكل كبير جدا في الخط الهجومي فبالتالي أنه بتبصت لأي الأربعة اللي وورا كينوا عارفين طريقة هجومه يعني وكان موجود عندنا ولعب في بيرامد فإحنا برضو عارفين عارفينه ولكن هو دلوقتي بيتكلم في 35 سنة برضو السن ما بيش يعني زي الأول لأحكامه ولكن هو أقص النون كبير ولكنهما بيلعبه في مساحات صغيرة ما بيتعبوش قوي من أنه أنتو بتكلم في يعني في 3040 يعني حاجة صغيرة جدا بيبو 6 سبع لعبين فبالتالي أنه ما فيش عندهم سرعاته وأنه بيجري كتير فيتعب أو يرهق بدنيا لا هو بيلعب في مساحات صغيرة بيباص كتير عندهم مهارات ده اللي نفع الفريق الأهل قدامه فرصة كبيرة جدا أنه يقفل دفاعاته بشكل يعني محترم أنه يضغط من نص الملعب أنه يستغل الهجمات المرتدة يستغل الضعف اللي فيه دفاع فلمونز البرازيلي يستغل الضعف اللي فيه حارس فلمونز البرازيلي في لبي لأنه 43 سنة فبالتالي أنه عنده مشكلة في الكرات الأرضية في التصويب من خارج منطقة الثمنتاشر كل دي فرص قدام الناد الأهلي يقدر يستغلها لعب الناد الأهلي أعتقد أنها عندها الخبرات الكافية بتقدر تتعامل يعني بنشوف الناد الأهلي قبل كاس العالم حاجة الناس كلها كانت يعني مستغرب أنه الناد الأهلي يعني محلياً مش على أحلى مستوى أفريقياً برضو مش على أعلى مستوى الفترة الأخيرة ولكن الناد الأهلي بيظهر في الكاسة المعندية بشكل محترم يعني بس خلينا يعني نختلف نقطة عذراً يا مصطفى على الفكرة يعني ظاهرياً بالنسبة للجمهور إحنا لازم نفصل ما بين جمهور بيتفرج عايز يتفرج على كرة حلوة متعود عليها من فريقه وعن خطة موضوعة لفريق هو ماشي بنجاحات وفيه تكتيك حاصل وهو بينفذ التكتيك يعني إحنا نفصل ما بين الأراء اللي إحنا عاديين بنتفرج مع بعض وبين النتائج وبين الخطط الموضوعة وكيف يتم تنفيذها بس ده الطبيعة والمنطقة ولكن مع الناد الأهلي ده مش منطقة مع طبيعة يعني مع جمهور الناد الأهلي هو طول الوقت عايز انتصارات وعايز يعني أداء جاية فبالتالي أنه لما تلاقي الناد الأهلي في آخر الفترة اللي فاتت قبل كاسة العام الأندية بيتعصر في الدولة المحلة بتعادلات مع اسموحة ومع الجونة وبتلاقي أنه جمهور الناد الأهلي لأ ضد كولر المدير الفني وهو الآخره وبيناد أنه الناد الأهلي في مشكلة يعني أنه لا تيجي في الدوري أبطال أفريقيا أنه يتعادل في آخر مباراة فبتلاقي أنه الجمهور برضو بدأ يعني يصوب بعض القلق وأنه الجمهور لأ بيهاجم المدير الفني والجمهور يشتغل على السوشيال ميديا والقصة دي كلها ينتقل إلى مرحلة كاسة العالم في عمل مطش كبير جدا أمام اتحاد جدد السعودي فتلاقي الجمهور كله موجوده بيدعم الناد الأهلي دي الحالة اللي عايش فيها جمهور الناد الأهلي طول الوقت أنه أنا مش مستني نتائج أنه خلاص أنا يعني مستوى سيء في مطش أو اتنين فبالتالي هقدر أرجع تاني لهو عايز طول الوقت أنه بيلعب خمسين و ستين مطش في الدور المحلي أنا في الدور المحلي أنا ممتاز في الخمسين و ستين مطش بيلعب في دور الأبطال لسه كاسبان فلا أكسب اللي جاي و أكسب اللي بعدها بيلعب في كاسرة مع العالم من الأندية مش رايع عشان خطر يعني زي ما بيقولوا تمثيل مشرف لا رايع عشان أوصل للمباران نهائية وهدد يعني منشصر سيتي في المباران نهائية وأقدر أننا أخذ ميدالية سواء زهبية أو فضية ده الحال اللي عايش فيه جمهور الناد الأهلي اللي حضركم تيه ده المنطق اللي العالم كله شغال به إلا جمهور أن الأهلي مش شغال بالمنطق ده صحيح طيب أنا يعني دائماً أرجع للتاريخ تاريخياً الأهلي لعب مع الأندية البرزيلية خمس مباريات تكسب فيهم مباراة واحدة بالتأكيد ده راجع لاختلاف المدارس اختلاف التفكير اختلاف نمط التدريب سن اللاعبين أعوامل كتير جداً كلمنا عن تحليلك للخمس مباريات دول شايف المباراة ستسا مكتب أعملت زي المباراة ستسا مختلفة في المنزل ما عندوش خبرات في مونديال الأندية الماتشات لقبل كنت بتلعب بالمراس وفلامينجو بتاع شاركه في مونديال الأندية كذا مرة فبالتالي لديهم الخبرات في مونديال يعني مشاركة الناد الأهلي لأول مرة في المونديال غير مشاركته دلوقتي خلاص بقى عنده الخبرات اللي تقدر يعني ترشعه إنه يكسب اتحاد جدة وإنه يوصل لمرحلة لقبلك إحنا في الأول كنا بقولون الأهلي يروحوا يشارك تمثيل مشرف في المونديال دلوقتي انت لق بتروق تقول ان الاهلي رايح بيبص على المركز التاني مع منشيص سرسيتي او يزاح منشيص سرسيتي على البطولة فبالتالي الخبرات هاي اللي بتفرق اكيد المدرسة البرازيلية كلنا نشأنا على المحب المتخب البرازيل والكرة البرازيلية فاكيد الوضع مختلف ولكن كل فريق بيختلف عن الاخر في الرومانس غير بالمراس غير فيلمينغو غير الفرق اللي الناد الاهلي لعبها هو ليه اسلوب مختلف والكفة يعني تميل ناحية الناد الاهلي ناحية الخبرات وناحية السرعات اللي عند لعب الناد الاهلي فبالتالي ان المطش النهاردة مختلف غير المطشات السابقة والدوافع كمان والحوافز عند الناد الاهلي مختلفة لانك قبل كده كنت بتلاعب الفلع البرازيلية الان ما بتخرجك من البطولة او انك انت بتلعبهم على الثالث والرابع فبالتالي مش الدوافع انك تلعب على الثالث والرابع غير الدوافع انك انت دلوقتي قدامك مباراة تكسب تروح نهاء البطولة أمام منشيسر سيتي فبالتالي أنه دوافع النادي الأهلي دوافع اللاعبين خبرات اللاعبين السرعات اللي عندك والإمكانات اللي عندك ترشحك أنك أنت تتخطى عقبت فلومنانزي البرازيل فلومنانزي جاي مريح الأهلي كان لسه أول مبارح بيلعب قدام اتحاد جدة لكن فلومنانزي يمكن دي واحدة من المشكلات اللي ممكن تكون موجودة في كاس العالم الأندية عدم التصبيت اللي بيحصل المتوقعين النهاردة ايه من المباراة من فريق بقلوش 48 ساعة بيلعب وفريق جاي مريح بكامل نجومه احنا برضو عايزين نعرف كمان كهربا فين الكهربا موجوده وكان عنده بس الاصابة هو موجود نهاردة بما كان عنده حاجة بسيطة خالص وخضع يعني للإعلاج الطبيعي وبقى يعني جاهز للمباراة اعتقد فريق من القوامل النادي الأهلي كله جاهز باستثناء مودس طبعا تعرض للطرد في مباراة اتحاد جده وهيغيب لآخر البطولة موضوع انه الوقت او انه فريق مريح وفريق مش مريح مش مشكلة بالنسبة للنادي الأهلي لانه خلص النادي الأهلي بقى عنده يعني من الخبرات انه تساعدوا انه يقدر يلعب مطشو اثنين وثلاثة في وقت دا يعني منشستة سيتي لعب مطشو مبارع ورجع رجع بالطيارة وجاء على جده وهيلعب مطشو بكرة فبالتالي انه عامل حتة انه لازم ناخد راحة بقى اسبوع بين المطشو والتاني ما بقيش موجود في العالم كله يعني انه الفرق الكبيرة وبتلعب كل 48 ساعة كل 72 ساعة وبتؤدي بنفس يعني المجهود ونفس المجهود البدني والزيني فبالتالي انه النادي الأهلي عنده الخبرات اللي تساعدوا على ده وخلص مباراة اتحاد جده احتفى اليومها ثم خضت هدريباته ومستعد وجهز النهاردة للمباراة حتة انه هو مرأة الفريقونس مريح او النادي الأهلي مش مريح ده مش مقياس انه نقدر نقول النهاردة انه سبب انه النادي الأهلي يخسر المباراة او سبب انه اداء لعبة النادي الأهلي ما يبقاش على المستوى المأمول طموحات جمهور النادي الأهلي وصلت لمرحلة ان احنا هنكسب خلاص احنا شايفين الكاس شامين رحتوا يعني على البقى مش هنقدر نيجي بعد المباراة يعني نقوصل لعبة والله كانت تعبان عشان خطر هما رايحي ومنه احنا رايحنا ثلاثة ايام ده ما بيش منطق في كرة القدم الفريق بتلعب بشكل يومي وبشكل متواصل والنادي الأهلي مريح ليه فترة يعني مش بيلعب معظماتشاتهم اوجلة في الدوري الممتاز كان بيلعب افريقيا بس فبالتالي عنده يعني براح من الوقت انه يقدر يجري في الرومانس البرازيلي وانه الجزء الاساسي هم بيلعبوا على البطول اول مرة يشاركوا في المنديال فبالتالي عندهم طموحات برضو ان احنا نصل الى المباراة النائية واللعب منشستر سيتي النادي الأهلي ايضا عنده طموحات هي القصة كلها في التكتيك في الملعب واعتقد انه يعني نقدر نقول انه كمان عامل السن لصالح النادي الأهلي عامل خبرات اقل لصالحهم ولكن النادي الأهلي عنده خبرات كبيرة في مونديال الاندياية والضغط الشعبي تفتكر انه هو احد العوامل ايضا ان اللعيبة حتبقى خايفة من الحاملات الاعلامية الضغط الشعبي احنا عملنا بسكور حلو في التحاد جدة هل حنقدر نكمل اعتقد ان ده برضو بيبقى عامل نمرة نوعية مش هقول تقليم ضمير مسئولية قدام اللاعب اعتقد انه لعب الكرة وخصوصا اللاعب النادي الأهلي انه جمهوره طول الوقت بيطلبوا بطولات فمش محتاج لضغط اعلامي ولا ضغط جمايري ولا ظاهير شعبي زي ما بتقول يعني هو خلاص حطت التارجت قدام عينه ورايح للمنطقة دي انا رايح اكسب اتحاد جدة واكسب فرومنز برازيل واوصل للمباران نائية فبالتالي انه حتة الناس هيبقى فيه ضغط جماهيري ما طول الوقت موجود ضغط جماهيري يعني جمهور النادي الأهلي يضغط على لعب النادي الأهلي في اي مبارا محلية لو بتلعب الجنة لو بتلعب اصوال لو بتلعب الداخلية فيه ضغط جماهيري بتلعب في دور الابطال فبالتالي فيه ضغط جماهيري فمن برا לו بتلعب في كت Cage العالم لي ايضا في ضغط جماهيري الناحية التانية مش عايزين نقول ان في رومانز رومانز ما عندهوش ضغط جماهيري عنده ضغط جماهيري كبير جدا لانه يعني جماهيره بععدات كبيرة عنده ضغط اعلامي عنده ضغط اعلامي لانه يعني حتى بعد مطش الاتحاد جده كل الاعلام البرازيلي انه بيحذر اللومانز thatís البرازيلي من النادي الاهلي ويصفو النادي الاهلي بأنه يعني ريال مدينة أفريقيا فبالتالي عندهم ضغوط نفس الضغوط اللي عند النادي الأهلي وفي النهاية لما تيجي يعني تقول الضغوط فبالتالي الضغوط عنده في رومينز مش عند النادي الأهلي لأنه في النهاية بطل كوبا اللي برتوسل يعني بطولة كبيرة جدا أنه يخسر من النادي الأهلي فبالتالي أنه قزمة كبيرة بالنسبة له خصوصا أنهم بيتكلموا عن الإبداع والخطط والتيكتيك والآخر ومدربهم يعني مرشح لقيادة منتخب البرازيل فبالتالي الضغط المفوضوع عندهم هم مش عند النادي الأهلي نتمنى الخير دايما ونتمنى الفوز دايما للنادي الأهلي. كل شكرا لك محمد مهدي النقد الرياضي. شكرا لنجودك معنا